السلام عليكم طلاب المرحلة الأولى في قسم هندس المواد المؤية في كلية هندسة جمعة بغداد موضوعنا اليوم في تكنولوجيا المواد هو الجزء السابع يعني خواص الخرسانة بعد تسلدها خواص الخرسانة بعد تسلدها نتيجة لكثرة استعمال الخرسانة في الصناعات الإنشائية فإن التعرف على خواصها يعتبر ضروريا الاستفادة المثلة من المادة تتأثر خواص الخرسانة بتصميم المزجة ونسب مكوناتها يعني رمل حصة والماء والسمنة النسب جد بناتهم تأثر على خواصة ونسب مكوناتها إلا أن أساليب التصميم لرسلت من اختصاص هذا الكتاب يمكن حصر خواص الخرسانة الأساسية بما يلي أولا التحمل أو مقاومة الإجهادات المختلفة ليدستريند ثانيا التبدلات البعدية والحجمية دامنشيونال عن فولمتريك تشينجز ثلاثة الدوام والمقاومة العوامل الجوية رابعا اللي هي مقاومة الحريق فاير رزيستنس خامسا نفاذية الماء سادسا العزل الحراري سابعا مقاومة تأثير الاهتكاك الوير رزيستنس ثامنا مقاومة تأثير المواد الكيميائية رزيستنس تو كيميكالز أتاك راح نرجع عليهم وحدة وحدة نشرحهم بشكل سريع المطلوب معدكم مراجعة كتابكم المقرر نشاء المباني لزهار ساكو وارتن ليفون من صفحة 109 إلى صفحة 125 زين التحمل أو مقاومة الجهادات المختلفة التحمل للخرسانة كمادة هشة بريتول تحمل جيد لإجهادات الضغط وقليل نسبيا لبقية الإجهادات يعني الخرسانة المصنعة قوم الانضغاط بشكل جيد جدا على عكس الشد ضعيف جدا مثلا التورشين والبندق مومنت أو العزوم الإنثناء يمكن تقسيم تحمل الخرسانة تبعا لنوع الإجهاد إلى الخرسانة نوع الإجهاد التي تحملها إلى أنواع معينة أليف تحمل الضغط تحمل الشد نحن نقعد نحكي حاليا بالتحمل ثانيا قلنا العبوباء تحمل الشد تنساير سترين جيم تحمل الإنثناء في الليكترال سترين دال تحمل القص شير سترين ها قوة الربط أو التلاصق مع قبان التسليح اللي هي البوند سترين تحمل الانضغاط تعتبر خاصة التحمل للضغط من أهم خواص الخرسانة لذا فإن الخرسانة تستعمل في مقاومة إجهادات الضغط المسلط عليها في المنشأ نظرا لجودة تحملها من ناحية الانضغاط وكلما كانت الخرسانة أجود كلما زادت تحملها للضغط وكلما تحسنت خواصها الأخرى بشكل عام في الخرسانة المرصوصة جيدا أي التي لا تحتوي على فجوات هوائية بنسبة عالية يعتمد تحمل للضغط بصورة مباشرة على نسبة الماء إلى السمنت المستعملة في المسجد حيث ينخفض التحمل بازدياد النسبة يعني العلاقة عكسية بين نسبة الماء السمنت وقوة الخرسانة يعني كلما زادت الماء بالخبط الخرسانة كلما تقل عندك المقاومة إلى المقاومة للضغط وغيرها فلذلك يكون نسبة الماء إلى السمنت نسبة معينة ما تتجاوز يعني إذا أريد أضيف سمنت لكل واحد متر مكعب 400 كيلوغرام سمنت لازم يزاد الماء المضاف للمتر مكعب من الخرسانة عن 200 كيلوغرام أو 200 لتر قدك شكل خمسة لاثة بالكتاب يوضح لك هذه العلاقة بين نسبة الماء السمنت وزنة مع تحمل الضغط بعمر 28 يوم زين تحمل الشد من التحمل قلنا أنواع التحمل للضغط الشد لا تصمم الخرسانة لمقاومة قوة الشد بسبب وضعك في تحملها لجادة الشد وطبيعتها لهشة لذلك الخرسانة المسلحة نخلي الحديد التسليح لأن الحديد التسليح يكون ممتاز بتحمله للشد لذلك نسوي مزج أو ترابط أو خلطة بين اللي يتحمل الانضغاط هو الخرسانة بواحدها والتي يتحمل الشد بشكل ممتاز وعالي للحديد التسليح أو الستيل فيصير لدينا تركيبة مركبة ممتاز من الخرسانة المسلحة الـ زين عندنا التحمل الثالثة وتحمل الانثناء أو الانحناء عندما تعرض جسم الخرسانة إلى عزم حاني يعني يسمي تدولت فيه جهالة الضغط وشد الأمر الذي يجعل الجسم يفشل في المنطقة التي تعرض فيها لعلاج هادات الشد أو الشد زائد القص في الحالات التي تعرض فيها المنشأ إلى عزم حانية وقواء قص التحمل الانثناء العفو هذا البندنغ العفو هذا مو تويستنغ التحمل الانثناء هو البندنغ مومنت التحمل الآخر هو التحمل القص لا تعرض الخرسانة في المنشآت إلى قوة قص لوحدها بل تكون بالإضافة إلى قوة الشد والضغط الناتجة عن الحمل أو العزوم الحانية الناتجة عن الحمل وبما أن قوة القص على أي مقطع تولد إجهالات شد قطرية وأن تحمل الخرسانة في الشد المباشر أقل من تحملها في القص لذا فإن الفشل الذي يحصل بسبب قوة القص إنما يضع على شكل فشل بالشد القطر الناتج عن القص القوة الرابعة العفو هي قوة الربط مع قضبان التسليح البندنغ تعتبر هذه القوة ضرورية لثبات قضبان التسليح داخل الخرسانة لذا فهي عامل مهم في تصميم الخرسانة المسلحة وخاصة في الأعضاء التي تتعرض إلى عزوم حانية حيث يجب ضمان تثبيت وعدم انزلاق القضبان المطمورة داخل الخرسانة تتولد هذه القوة قوة الربط بنتيجة التلاصق مع جون السمنت المتسلط بالتسليح مقاومة الاحتكاك والمقاومة بسبب النتوءات التي توجد في القضبان المنتأة الهدفون بارز ان قوة الربط مع القضبان الملساء الهي البلين بارز هي اقل من قوة الربط مع القضبان المنتأة وكذلك فان لقطر قضي بالتسليح تأثيرا في مقدار اجهاد الربط الذي يمكن مقاومته النوع الثاني من خلاص الخرسانة هي التبدلات البعدية والحجمية يمكن تقسيمها الى تبدلات بعدية تسببها الاجهادات الميكانيكية اللحظية الآنية مثل معيار المرونة تعريفه وهو تغير سرعة الاجهادات بالنسبة الى الانفعال المرن في لحظة ما اذا معيار المرونة هو سرعة تغير الاجهادات بالنسبة الى الانفعال المرن في لحظة ما ويساوي كمعادلة الاجهاد المصلط على الانفعال الناتج وفي شكل خمسة اربعة بالكتاب يوضح العلاقة بين الاجهاد الانفعال نسميه سترس ترين دايقرام النسبة الثانية بالتبدلات الحجمية البعدية والحجمية هي النسبة المعيارية الموجلال ريشيو ويرمز لها عادل بالحرف M وتساوي معيار المرونة للفولاذ مقسوما على معيار المرونة للخرسانة اذا الان معادلتها هو معيار المرونة للفولاذ مقسوما على معيار المرونة للخرسانة وفي حال عدم وجود معلومات اكثر دقة تعتبر مساوية الى 15 انا يكون 15 المجرس of elasticity للحديد تقسيم مجرس of elasticity للخرسانة تقريبا 15 إذا ما عندك المعلومات تبدلات بعدية تسببها الاحتكاك العفو لأن تبدلات البعدية والحجمية به أليف تبدلات بعدية تسببها لاجهادات الميكانيكية اللحظية الآنية ويمكن دراستها من خلال معيار المرونة النسبة المعيارية ومعيار التشوه العرضي نسبة بوزون بوزون ريشيو في التشوهات المرنة تأخذ نسبة التشوه العرضي على التشوه الطولي والمسمان نسبة بوزون مساوية إلى 0.2 صفر فارز 2 ورمز لها عددهم بالميو تدخل هذه النسبة في حالات تصبيمية معينة لا تكون نسبة بوزون تابتة في جمع الأحوال وقد وجد الباحثون بأن تروح بين 0.1 إلى 0.3 التبدلات البعدية تسبوها لإجهادات الميكانيكية وبمرور الزمن عند بقاء الحمل ساكن ومؤثرا على الخرسان لفترة زمية طويلة تحدث بالتأثير الزمن انفعالات أضافية غير مرينة تسمى الزحف الكريب تتأثر انفعالات الزحف بالعوامل التالية مقدار جهادات التحميل بالنسبة لتحمل الخرسانة حيث يزداد الزحف بالزيادة جهادات التحميل رطوبة المحيط حيث يتناقص الزحف بالزيادة الرطوبة عمر الخرسانة عند التحميل حيث يتناقص الزحف كلما ازداد العمر نسبة السمنت في الخرسانة حيث يزداد الزحف بالزيادة في الغالب نسبة الماء إلى السمنت في المسجد حيث يزداد الزحف بزيادتها ستة خواص الركام حيث تأثر مقدار الزحف تبعا لبعض خواص الركام كمعيار المرونة مثلا سبعة الزمن حيث يزداد الزحف بمرور الزمن ماني كدة الخرسانة حيث يقل الزحف بزيادتها جيم التبدلات الحجمية تنكمش الخرسانة أثناء تصلبها ويكون ذلك بسبب عدد من العوامل أهمها تبخر الماء الحر في الخرسانة وتفاعل السمنت تتأثر الانكماش بالعوامل التالية أولا نوع السمنت المستعمل ثانية نسبة الماء إلى السمنت ثلاثة رطوبة الجو المحيط أربعة خواص الركام خمسة الزمن ستة سمك العضو النقطة الثالثة من خواص الخرسانة هي الدوام والمقام العوامل الجوية تعتبر الخرسانة من المواد البنائية ذات العمر الطويل بصورة عامة إلا أن مدى دوامها يعتمد على عدد من العوامل التي تؤثر في الخرسانة تؤدي إلى أضعافها وتلفها أحيانا ومنها أليف العوامل الجوية يؤثر الانجماعات على الخرسانة بصورة كبيرة حيث أن تجمد الماء في الفجوات يؤدي إلى تصليف قوة داخلية كبيرة على الخرسانة نتجة تمدده قد تؤدي إلى تشقق الخرسانة وبتكرار هذه الضارة يزداد انتصاص الخرسانة للماء ويزداد تأثير الانجماعات بما يعجل في تلف الخرسانة يمكن تقليل تأثير الانجماعات باتباع ما يلي استعمال سمنت مفقاع للهواء زيادة كثافة الخرسانة وتقليل الفجوات ثلاثة تقليل نسبة الماء إلى السمنت المزجد أربع استعمال ركام صلد ومقاوم قليل لامتصاص خمسة تقليل امتصاص الماء من خلال سطح الخرسانة بمختلف الوسائل يعني نخلي عليه نصبغة نخلي عليه قيري لآخرين من عوامل الأخرى هي الركام المتفاعل Reactive Aggregate متفاعل بعض انواع الركام مع المركبات القلوية في السمنت بصورة بطيئة تؤدي إلى تمددات حجمية تسبب تشقق الخرسانة جيم من عوامل تؤثر في الدوامة والمقاومة العامة الجوي هي المياه التي تعرض لها الخرسانة تعتبر الخرسانة بصورة عامة مادة مقاومة لتأثير الماء بعد تصلبها فهي لا تتآكل ولا تصدق بصورة يادية لذا يمكن استخدامها تحت الماء إلا أن امتصاص الخرسانة للماء يمكن أن يؤدي أحيانا إلى ظاهرة انغسال أو ارتشاح Leaching النورا ناتج تفاعل السمنت مما يسبب تأكل الخرسانة وكذلك يكون الماء عامل أساس في تحريك تفاعلات الأملاح التي في داخل الخرسانة وفي زيادة تأثير الإنجيمات كذلك فإن احتوال الماء على أملاح وخاصة كبريتية تتفاعل مع السمنت بصورة سلبية قد تؤدي لها تلف الخرسانة الخرسانة الرابعة هي مقاومة الحريق تعتبر الخرسانة من مواد البنائية الجيدة لمقاومة الحريق بسبب طبيعة المواد الأولية والناتج النهائي الذي تتكون منه الخرسانة أكو جدول خمسة سبعة مقاومة الحريق لأزاء المشيئات من الخرسانة المسلحة لإطلاع المخاصية الخامسة للخرسانة بعدها تسلدها هي نفاذية الماء لا يمكن اعتبار الخرسانة مادة صماء غير منفذة للماء بشكل مطلق وذلك للأسباب الأساسية التالية أولا لا يمكن لمعجون السمنت عند التسلد أن يشغل تماما الفراغات ثانيا تكون كمية ماء المسجد في الخرسانة أكثر من كمية لازمة التفاعل السمنت ويكون الماء الفاض هذا قابل للتبخر من الخرسانة بسهولة وترك فجوات هوائية محلة ثلاثا لا يمكن عمليا رص الخرسانة بحيث تكون الفجوات فيها معدومة تماما للحصول على خرسانة ذات مقاومة عالية لنفاذية الماء يجد أولا أن تكون الصب الخرساني متجانس وخالي من النخور والبقع التي فيها انعزال بسبب تباين حجوم الركام ثانيا أن تكون الخرسانة بأعلى كثافة ممكنة وبيقال ما يمكننا الفجوات أن ذاكي تطلب استخدام ركام جيد ونظيف وأن يكون مدرجة ومدورة تقريبا غير مسامة وأن تحتوي المسجد على نسبة معتدل على الأقل وليست قليلة من السمنت أي بين 300 إلى 400 كيلوغرام لمتر مكعب الواحد بتقليل النزيف ولا يفضل استعمال المسجدات الغنية بالسمنت لزيادة احتمال تشققها بسبب الانكماش يجب مزج ووضع ورمي الخرسانة بصورة فنية دقيقة خاصية ثلاثة أن تكون قلنا الحصول على خرسانة ذات مقاومة عالية لنفاذية الماء قلنا الحصول على خرسانة ذات مقاومة عالية لنفاذية الماء يجب ثلاثة أن تكون نسبة الماء إلى السمنت المستعمل الأقل ما يمكن أربعة يتجنب كل من شأنه تجنب كل ما من شأنه إحداث شقوق في الجسم الخرساني سواء بسبب الانكماش أو التبدلات الحرارية أو الانفعالات الناتجة عن الجهادات الميكانيكية الإنشائية خمسة إنهاء السطوح الخارجية للخرسانة بصورة سقيلة وغير مسامية يمكن استعمال المضافات المانعة للرطوبة لتحسين مقاومة الخرسانة حتينا عليها في استخدام المضافات العزل الحراري لا تعتبر الخرسانة ذات الكثافة الاعتيادية جيدة للعزل لذا يستعظ عنها بالخرسانة القلية الكثافة خفيفة الوزن Lightweight Concrete التي تكون أكثر أزلاً تبعاً لقلة كثافتها الناتجة عن نوعية الركام المستعمل ونسبة الفجوات الهوائية جدول رقم خمسة ثمانية يبين الخصاص الحرارية لجدران مشيدة بالخرسانة جدول خمسة ثمانية الخصاص الحرارية لبعض الجدران الخرسانية أجروا الطلاع خاصية السابعة الخرسانة بعد تسلدها مقاومة تأثير الاحتكاك إن الweer resistance وهي خاصية مهمة لسطح الخرسانة المستعمل في كافة أعمال التبليط والأرضيات المعرضة لتأثير الاحتكاك بالأحمال المتحركة عليها وكذلك في سطوح المعرضة للاحتكاك بالمياه الجارية في المنشعات المائية كالسدود والنواضع والأنابيب الناقلة للسوائل تتأثر مقاومة سطوح الخرسانة لتأثير الاحتكاك بالعوامل التالية أولا تحمل الخرسانة حيث تزداد المقاومة بزيادة التحمل ثانيا نسبة الماء للسمنت المستعملة حيث تزداد المقاومة كلما قلت نسبة الماء للسمنت في المسجد ثلاثا نوعية الركام المستعمل حيث يجب أن يكون مدرجة بصورة جيدة وجيد التلاسق والربط مع معجون السمنت في المسجد وأن يكون صليدا ومقاوما للاحتكاك تفحص مقاومة الركام الخشني تأثير الاحتكاك السحج في جهاز لوس أنجلوس لوس أنجلوس تيست يفضل تقليل كمية الركام الناعم إلى أقل حد ممكن من دون الإضرار بقابلية التشغيل أربع أنهاء سطوح بصورة جيدة وبيعها كثافة ممكنة ويكون ذلك بالرصة السطوح بصورة جيدة بالمالج أو بواسط أخرى قبل تصلب الخرسانة مباشرة خمسة تجانس الخرسانة من الضروري تجانس الخرسانة حيث أن وجود البقعص ضعيفة يعجل في تآكل سطوح الخرسانية ستة الإنضاج كيورينج يعتبر الإنضاج جيد أمرا لازم الحصول على سطح مقاومة للتآكل يمكن استعمال بعض المضافات السائلة مثل سيليكات الصوديوم أو فلوسيليكات الماغنيسيوم ماغنيسيوم فلوسيليكيت أو الصوديوم لتحسين مقاومة سطوح المعرضة للتآكل في الخرسانة التي يكون تحملها ضعيفا أو معتدلا توضح هذه المضافات بعد تصلب وجفاف السطح أي بعمر حوالي 28 يوم أو حسب تعليمات المنتج الخاصية الأخرى الأخيرة هي تأثير مقاومة تأثير المواد الكيميائوية تتأثر السطوح الخرسانية ببعض المواد الكيميائوية مثل بعض الحوامض والزيوت النباتية والدهون والمحاليل السكرية والأملاح وبصورة خاصة الكبريتات والكلوريدات التي قد تتواجد في التربة والمياه الجوفية ومياه البحر تسبب تلك المواد في البدء تلف السطوح الخرسانية المتلامسة معها ثم يمكن أن تؤدي إلى ضعاف المنشئ الخرساني تبعا لطبيعة التعرض يمكن تقليل تأثير المواد الكيميائوية على الخرساني بزيالة كثافتها وتحملها واستعمال ركام صلد وغير مسامي وغير متفاعل وتقليل نسبة الماء للسمنت في المسجد ومعالج السطوح بطريقة تقلل الامتصاص إلى أقل حد ممكن وباستعمال أنواع السمنت العالية المقاومة لتأثير الكيميائيات مثلا سمنت مقاومة لأملاح الكبريتية كمثال وحماية السطوح أحيانا بطبقة من مواد واقية وفي حالة الخرسانة المسلحة يزداد سمك الغطاء الخرساني لوقاية سلب التسليح من تأثير الكيميائيات التي تسبب تأثير الكيميائيات تسليح حيانا بحيث تراوح بينه أربعين أكثر من خبسة بميلم حسب الحاجة يعني الغطاء يسموه الكفر للكونكريت يكون بين أربعين إلى سبعين سنتين يكون أبعد كما يكون أبعد عن السطح الخارجي يكون أبضل وكبر يعني 75 يكون كبر أبضل من 40 نحمي حديد التسليح نحمي حديد التسليح من تأثير الخارجي التأثيرات الخارجية الرطوبة الماء الحوامض الكيميائيات إلى آخر لذلك نحن بالأسس نكون لكبر مارتنا 75 سنتين أو 10 سنتين نحمي حديد التسليح الموجود بالأساس من تأثير العامة الخارجية مثل الانجمات الجفاف الرطوبة إلى آخره الحوامض الكيميائي أملاح حركة المياه الجوفية إلى آخره فنحميها وغطاء أو يسموه كبر 75 مليم إلى 10 سنتين قد تكون كبرتات التواجدة في التربة والمياه الجوفية في وسط وجنوب العراق من المشاكل المهمة لتواجه المهندسين لذلك يستجب الحذر من تأثيرها تفيد بعض المصادر والبحوث بين التواجد كبرتات التي هي SO3 أو SO4 القابل للذوبان بالماء في التربة بشكل SO4 بالنسبة لحد 0.1% أو في المياه الجوفية إلى 150 جزء بالمليون لا تؤثر بصورة الملحوظة على الخرسانة بينما يظهر تأثيرها عندما يكون نسبة أكثر من ذلك ولحد 0.2% في التربة أو ألف جزء بالمليون في المياه الجوفية حيث يوصي باستعمال سمنت بورتلاند المعدد وإذا زادت نسبة الكبرتات عن ذلك فيوصى باستعمال سمنت بورتلاند مقاوم للأملاح وأن استعمال أنواع السمنت المذكورة لا يعني عدم الانتمام بالعمل الأخرى لسبق ذكرها قد لا يكون استعمال سمنت بورتلاند مقاوم للأملاح واحدة وكافية وقاية الخاصة في الحالات التعرض الشديد لذلك يوصي بحماية السطوح الخارجي لخارسان وطبقات المواد القيرية أو اسفلتية أو غيرها طلاب رجوع إلى صفحات من 109 إلى 125 في كتابك المقرر إنشاء المباني لزهير ساكور تليفون وللطلاع على المادة بشكل أفضل والمراجعة والحفظ والتحضير للامتحانات النهائية مع التقدير كان معكم دكتور زهر كاظم جهانجير بدرس مادة بدرس المادة تكنولوجيا المواد يقسم هندسة الموارد المائية في كلية هندسة جامعة بغداد شكرا جزيلا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر